حضراتك عارف ان طبعا بعد اي عملية بيبقى فيه فترة لازم العيان ياخد فيها تعليمات ويمشي عليها يعني زي ما الكتاب بيقول علشان يتجنب اي مضاعفات وفي نفس الوقت ياخد احسن نتيجة فايه حضراتك بتنصح او بتدي تعليمات ازاي للعيانين اللي عملوا عمليات السمنة وبتقول لهم ايه بصوا حضراتك والحقيقة التعليمات ما بعد اجراحات السمنة ما هياش ستاندرد لكل الجراحين لان كل طريقة للجراح بتنعكس على كل التفاصيل بعد العملية يعني الكلام اللي انا هقوله لحضراتك ده ينطبق على الحالات اللي احنا بنعملها بالطريقة بتاعتنا انا ليه بقولي الكلام ده عشان ممكن ده ما ينطبقش على حالات اخرى معمول لها نفس العملية بس بطريقة جراح اخر الطريقة تفرق جدا اه ده كلام مهم جدا حضراتك تسمع فيه ناس يقولك احنا بعد عملية اللي مش عارف التكميم او التحويل عادنا تلات شهور ناخد سوايل واكل مضروف الخلاط والكلام ده الكلام ده طبعا ما بيحصلش عندي احنا المريض بعد العملية لمدة اسبوع هو بياخد عصاير شفافة واسبوع اخر بيأكل اكل مسلوق وبطاطس وزبادي وجبن وفكهة من بعد الاسبوع التاني بيبتدي ندخل الفراخ عادي في الشربة بيبتدي ندخل العيش بيبتدي ندخل الخضار بأنواعه يعني المريض بيبتدي يأكل الاكل العادي في وسط اسرته من بعد الاسبوع التاني من بعد 15 يوم